بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فالأمة ومنذ سقوط الخلافة العثمانية ووقوع بلاد المسلمين تحت الاحتلال الغربي حتى وبعدما رحل هذا الاحتلال الصليبي وهي محرومة في معظم الأحيان من هذا الشعور وهذه الروح التي تسري في أعضاء الجسد الواحد فباقيت الأمة كما سموها في يوم من الأيام وقالوا واكتمعوا لكي يتقاسم تركة الرجل المريض يعنون بها الخلافة الإسلامية فالأمة في حالة من هذا المرض الشديد لأن الروح التي تجمع أجزاء الجسد والتي تجعله راجلا صحيحا قوية كانت قد ضعفت إلى أشد درجات الضعف وهذا بفعل شياطين الإنس والجن كما ذكرنا ولكن يقدر الله تبارك وتعالى أن تأتي لحظات تعود فيها هذه الروح تحتاج في هذه اللحظات إلى من يثبتها وإلى من ينميها بحيث لا تكون مجرد سريان عارض فإن الرجل المريض لا يتعافى من مرضه إلا مع استجماع جميع قواه لكي يقوم من ذلك المرض قدر الله تبارك وتعالى في هذه الآونة ما كان من أحداث غزة ورغم الألم ورغم الدموع ورغم القتلى ورغم مناظر الأطفال والنساء ورغم كل ذلك إلا أن تلك الأحداث كانت بمسابة الروح الذي سرى في الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط صرى في أجزاء الأمة الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب كلها كل خطبائها كل دعاتها كل رجال شارعها كما يقولون يتابعون أحدث بقعة صغيرة جدا من العالم لأن فيها إخوان لهم يقاتلون في سبيل الله ولأن الحلفة الصليبية اليهودي يتحالف على هذه القلة كانت لهذه الأحداث آثار عظيمة لو درى أصحابها أنها سوف تقول إلى ذلك لما بدأوها أصلا لأنه من أهم الأهداف الاستراتيجية عند القوم أن تظل هذه الروح غائبة لا يريدون لها أبدا أن تعود ولا يريدون لأمة الإسلام أبدا أن تشعر أنها أمة الجسد الواحد صرى ذلك الشعور لفترات ثلاثة أسابيع ربما كانت في أثرها تفوق عمل ثلاثة قرون من المكر وعمل ثلاثة قرون من تقسيم الأمة الإسلامية وتقطيع أشلائها حينئذ أدرك الأعداء أنهم خسروا لا نتكلم عن الخصارة في أرض المعركة هل استطاعوا أن يقتحموا غزة أو لم يستطيعوا أن الخصارة هي أعظم وأفدح من ذلك إنهم أعادوا إلى الأمة ذاكرة أنهم أمة واحدة وأنهم أمة الإسلام ليسوا أمة العرب ولا الزنج ولا البربر ولا الترك ولا غيرهم بل إن الأمر تعدى المنابر في المساجد إلى المنابر السياسية بل إلى دول كانت هي الأسبق في العلمانية وفي حرب الخلافة الإسلامية فرضت الأحداث على ساستها أن يتكلموا بإسم الإسلام وأن يقولوا أن أمة الإسلام أمة واحدة وأن يقولوا أن أمة الإسلام لا ينبغي أن تصمت عما يحدث لبعض أبنائها ولا بد أن الأعداء قد جلسوا يدرسون ويمكرون مكرا جديدا ولا بد أنهم قد اهتدوا إلى أسهل وسيلة لكي توقف هذه الروح إنها إثارة النزاع الداخلي مرة ثانية ومن هنا كانت تلك ذلك الحادث الذي حدث في حي الحسين حيث وضعت قنابل أحدثت شيئا من الخسائر وقتلت بعضا من السياح وقتلت بعضا من المسلمين لا نريد أن نكرر حديثا طالما قد ذكرنا من أنه لا يجوز الاعتداء على كافر دخل بلاد المسلمين بعقد أمان فضلا أن يكون من جملة الضحايا من هم من المسلمين ممن عظم الله عز وجل دماءهم وحرمتهم كنا نكرر ذلك الكلام لما كانت تلك الأحداث تخرج من اتجاهات إسلامية كانت تتبنى ذلك الأمر فكانت في حاجة إلى نصيحة وإلى توضيح من أن هذا مخالف لدين الله وأن هذا ليس هو طريق الجهاد ولكننا اليوم نتكلم بلسان آخر نتكلم بلسان آخر لأننا نرى من خلفية الأحداث بغض النظر عن جنسية فاعلها وبغض النظر عن انتمائه فإنه في النهاية لن يعد أن يكون قد حركه محرك إما بطريقة مباشرة وإما بالإغراء والإغواء وإما باستثمار حالة الغضب التي وجدت لدى بعض الشباب الغضب الطري الذي لا يدري فقه السياسة الشرعية ولا غيرها مما في هذه الدنيا إذا أردت أن تعرف من المجرم في أي جريمة قالوا فابحث عن المستفيد ونرى أول المستفيدون هنا هم هؤلاء الأعداء الذين خسروا خسارة فادحة بحربهم التي شنوها على غزة لأنهم أوجدوا روحا إسلامية صرت في الدنيا بأسرها حتى التر حتى الذين لا يعرفون بأنهم يدعون إلى تطبيق دين الله تبارك وتعالى وإلى عودة الوعدة الإسلامية اضطروا إلى أن يتكلموا أو أن يتفاعلوا مع الأحداث يريدنا أن نعود بنا مرة ثانية إلى مربع الكلام عن هذه الأحداث وعن مدى شرعيتها وإلى أن يخرج المنافقون من جحورهم ليقولون كما قال عبد الله بن أبي بن سلول قظيما أو قريبا من قوله ولكي ينادوا بإيقاف مظاهر التدين ومحاربة مظاهر الصحوة الإسلامية هذا هو هؤلاء هم المستفيدون الأول من هذا الحدث فغالب الظن أنهم وراءه أو لعل المستفيدون منه هؤلاء الذين سرقوا الأمر في غياب أهل السنة من ساحات المواجهة مع اليهود فواجهوا اليهود وأرادوا أن يحصلوا على ثمن ذلك حينما واجه حزب الله الشيعي إسرائيل وأراد أن يجعل من الشيعة ومن منهجها ومن دولتها ومن أتباعها هم الأنموذج الذي ينبغي أن يحتزى وكأننا لا يمكن أن نحارب اليهود إلا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أمهات المؤمنين وكأننا لا يمكن أن نحارب اليهود إلا إذا قلنا لبيك يا حسين ولم نقل لبيك يا الله خرج هؤلاء أيضا من جحورهم ولا نستبعد أن يكون وراء الحدث الذي حدث في مصر ولكن على الأقل ذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يهتفوا في مسجده لبيك يا حسين حيث ينبغي أن يقال لبيك يا الله وهي التي ينبغي أن تقال في كل مكان وزمان وأول ما تقال فيه تلك البقاع التي شهدت جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومنهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين لكي يعبد الله وحده فيأتون فيها لكي يفتثيرون أهل السنة فيقولون لبيك يا حسين فإذا مرعوا من ذلك قامت المظاهرات والاضطرابات وما رآه الجميع أمام وسائل الإعلام أعداء الأمة يفتكثرون على الأمة أن تعود إليها روحها فيريدون أن نعود إلى مناقشة كل هذه الأمور حتى تخفو وتخبط تلك الروح التي وجدت في أثناء حرب غزة نريد أن نعالج كل هذه الأمور دون ما أن نخسر تلك الروح لأننا إن خسرناها فقد أعطينا للأعداء ما يريدون نريد أن نتذكر أننا أمة الإسلام وأن الله أنعم علينا بحدث وجدت فيه تلك الروح ووجدت لها مساغاً وصارت في الجسد الذي يظنونه كان جسداً مريضاً فإذ به صارت فيه روح الحياة فلابد من الانتباه لذلك ولابد من التبصر وتفسير كل الناس به نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودم الجهود والصليبين أعداء كأعداء الدين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمع ترجمة نانسي قنقر